من كرة القدم النسائية خلونا نروح لكرة اليد ورجالتنا اللي في تونس اللي مشرفيننا كلنا كمصريين منتخبنا اللي بيشارك في كأس الامم الافريقية في نسختها الاربعة وعشرين اللي بتصدفها طبعا تونس والمؤهلة الى أولمبياد توكيو عشرين وعشرين منتخبنا خاض اليوم المباراة التانية أمام كينيا فاز بنتيجة اربعة واربعين تسعة عشر انتهى الشوت الاول من اللقاء بنتيجة واحد وعشرين سبعة في شوت شهد تفوق ملحوظ للعيب الفراعنة ونجح الفراعنة طبعا في موسط الحفاظ على الانتصار بالشوت التاني منتخبنا عنده مواجهة مهمة جدا أمام الكنغ الديمقراطية بعد غدا في ختم مواجهاته بالدور الاول على صعيد المجموعة الاولى عشان يقدر يحقق العلامة الكاملة ونجح طبعا منتخب مصر في الفوز على غينيا أمس كنا بنتكلم مبارح مع الكابتن مو من صفة طبعا تسعة وتلاتين اتنين وعشرين في أولى اللقاءات الفراعنة بالبطولة أمس الخميس وعني خلوني أقول لحضراتكم برضو حاجة مهمة جدا رجالة اليد خلاص يمكن الناس كلها عارفة أنه هما بيقدوا أداء كبير جدا بيشرفونا كلنا كمصريين فخورين بيهم كمصريين بيقدوا أداء عندي ثقة كاملة إن شاء الله منتخبنا الكرة اليد يكون موجود في أولنبياد توكيو عشرين عشرين معاهم لعيبة محترمة معاهم أسامي كبيرة عارفين إيمة تيشرت منتخب مصر بيلعبوا بروح قتالية قدروا يفوزوا في مباراتين مهمين جدا في افتاح البطولة والنهاردة الفوز الثاني إن شاء الله عندهم مباراة مهمة ممكن ولكن خلوني أقول برضو أنه إن شاء الله هيكون الفوز الثالث على التوالي نقدر نتوج هناك بالبطولة الإفريقية في تونس بعكا نروح أولنبياد توكيو عشرين عشرين نقدر نحقق إنجاز ولازم نفضل نساند يمكن كرة اليد هي مش شعبية زي كرة القدم ولكن في النهاية هي لعبة أصبحت دلوقتي شعبية إلى حد ما الناس ابتدت تفرج الناس ابتدت تبص على كرة اليد بعد طبعا الإنجاز اللي عملوه ودايما فخورين أي حد بيلعب بتلعب بقى طائرة بتلعب سلة كرة قدم نسائية لازم الناس كلها تساند ولازم اللعيبة دي تشوف اهتمام من الإعلام وتشوف اهتمام من الناس عشان الروح اللي بيبزلوها في الملعب وبقى ديه هما عايزين يحقق وإنجاز لمصر ولنا كلنا كمصريين لازم يعرفوا إن الناس برضو بص عليهم إن الناس بتديهم حقهم ما يبقوش مخضور حقهم في كل حاجة يمكن فيه ألعاب كتيرة جدا ألعاب أخرى كان دايما بنقول إن هي الألعاب الشهيدة محدش بيتكلم عنها محدش بقول حاجة ولكن في النهاية كرة اليد أصبحت صحبة الشعبية ابتدى دلوقتي نبص على كرة اليد بنتمنى كل التوفيق أكيد لمنتخبنا الوطن الكرة اليد إن شاء الله في تونس بإسنا الله